شفت أحد الأشخاص حضروا عندي وكان معاه ثلاثة أو أربع محامين فتفاجأت أول مرة أشوف هذا العدد الكبير من محامين فقلت لهم حياكم الله شنو فيه شنو الوضع ليش هالكثر يعني محامين معاه قال للأستاذ إحنا محامين كنا موجودين بره حق ناس آخرين الله يجزاهم خير قالوا اكتشفنا أنه هو ابن أحد الشهداء في هذا التفجير الارهابي يعني حبينا ندافع عنه يعني من باب يعني الروح والحس الوطني فقلت الله يعطيكم العافية تفضلوا استريحوا ثبت حضورهم كلهم أرفق مجرد خبر قال لن نخشى من أعداء كداعش الجبناء بس أرفق هذا كل اللي حصل بعد ذلك يعني الأسئلة المعتادة وحاولت يعني قدر الأمكاني أنه يعني أكون خفيف على يعني ابن الشهيد لأنه لأنه بالفعل كانت تاريتها حل بسيطة يعني حاطناق الخبر وقال أنه لن نخشى من أعداء كداعش الجبناء قال للأستاذ إحنا أبونا كان طالع من البيت ودشداشته كانت بيضة لما شفنا أبونا المستشفى الفروانية كانت دشداشته حمرة واستشهد تابيني ما أقول عن داعش جبناء بلى رح أقول عن داعش جبناء موسيقى